اشتركوا في القناة ارقام ظهرا كانت من بين 21 إلى 26 درجة بالشمال بالمرتفعات وبالمناطق الساحلية وقيم الحرارة كانت من بين 26 إلى 30 في بقية مناطق البلاد اضافة إلى تقلص فعلي تريح لمثلة أبرز العناصر الجوية خلال الفترة السابقة اليوم كنا معنين بتراجع سرعتها إلى مستوى 40 كم في الساعة كسرعة قصوى اتباعا لذلك البحر كان تدريجيا المضطرب بكافة المزالات البحرية خصوصية تقصي اليوم نشوفهم كالعادة من خلال تسلصل لصور القمر الاصطناعي ولميز حالة سماء وظهور مجموعة من السحب العابر على كامل البلاد تقصي اليوم إن شاء الله بشكون عامة قليلة سحب درجة حرارة إن شاء الله بشكون من بين 13 إلى 17 درجة بالشمال وبالمرتفعات وقد تتروح من بين 17 إلى 21 في بقية مناطق البلاد خلال اليوم الغد إن شاء الله مؤشرات الاستقرار ما زالت نسبيا متواصلة مع تنقل الطائرات الهوائية بشكل تدريجي للقطاع الجنوبي ارتفاع منتظر في درجة حرارة مقاننة بالأرقام لميزة ظهر هذا اليوم كنا عدا قدموكم قراءة تفسيرية لدرجة حرارة قصوى المتوقعة في مختلف ولاية بلادنا بتونس الكوبرا قطس عديل مستوى التسعة عشرين نتوقع تزيل تسعة عشرين في نابل ستعة عشرين في قليبيا 32 ظهرا بزغوان خمس عشرين في أقصى الشمال في بنزرت في مناطق الشمال الغربي درجة حرارة ظهرا إن شاء الله بشكون في حدود تسعة عشرين في تبرقة تسعة عشرين في باجة تلاثين في جندوبة سبع عشرين بيسلينة واثمانية عشرين درجة بالكاف بمناطق الوسطة نتوقع تزيل ستعة عشرين بتالة تلاثة وثلاثين بالقيروان بجية الساحل بسوسة بالمناسير درجة حرارة ظهرا في مستوى ثمانية عشرين قد نسجل إلى أربع عشرين في المهدية بإسفاق ستعة عشرين بيزر قرقنا سيديبوزيدة الثلاثين حرارة ظهرا في مستوى ثمانية عشرين في القاسرين وفي مناطق الجنوب الغربي درجة حرارة بشكون في مستوى أولى الثلاثينات قد نسجل إلى ثلاثين في قافسة أربعة وثلاثين في تونزر الثلاثين بيكبلي بيجابس خمسة عشرين وببقية مناطق الجنوب الشرقي بلد بجزيرة جربان توقع تزيل سبع عشرين وثلاثين في مدين ثلاثين بتطوين وبرمادة بالنسبة للملاحة الصيد البحري بسوحن شمالية منطقة سيرات وخليشتونس رياح في أغلبها من القطاع الغربي غربية فشمالية غربية سرعتها من خمستاش إلى خمسة عشرين عقدة والبحر يكون شديد الثراب إلى مضترب بخليش حمات وبجية الساحل وشبه جربة وصولا إلى جورجيس ليحمي قطاع الجنوبية غربية فجنوبية شرقية سرعتها لا تتعدى مستوى العشرين وعقدة والبحر يكون مضترب في سواحل المهدية سفاقس جابس ومدين كالعادة قدمكم فكرة حول حالة التقص ببعض المدن والعواصم العربية والأوروبية بيين وكشوت ستة وتلاثين درجة سحب عبرة في الدربي ذات أجوء مشمسة في الجزائر الثين عشرين بترابلس نتواقع ظهور مجموعة من السحب العبرة درجة حرارة في مستوى الاربع عشرين ظهرا حرارة مرتفعة بالخرطوم وتسعد إلى مستوى الاربعين نتوقع تزيل الاربع وثلاثين في القهرة حرارة تتزوز مستوى الاربعين في البقاء المقدسة واربعين في المدينة منورة تثير واربعين في مكة المكرمة بالدوحة أربعين ستة وتلاثين بأبوظبي وثمانية وتلاثين درجة بمسقط بالكويت أجواء تمتاز بحرارة مرتفعة ببغداد 42 درجة وتقس مستقر بالشرق الأوسط بدمشق 34 قد سجلوا 23 في بيروت 26 درجة بالقدس الشريف 24 في اسطنبول وبأوروبا بيروما درجة حرارة ظهرا إن شاء الله بيكون في مستوى الاربعين مع تواصل نزول أمتار تقسيكون ممتر بيفيونا ببرلين 14 أمتار أيضا في مستردام في بريوكسيل باريز وبلندن جونيف 16 درجة 19 في مرسيليا بشبه الجزيرة الأيبيرية 21 في مدريد وأمتار بيرشبونة تطور الوضع الجوي خلال أيامات القليلة القادمة ما زال درجة حرارة فينا الساق هات تساعد خلال يوم الجمعة رياح تكون في أغلبها من القطاع الغربي بالشمال وجنوبية بالوسط وبالجنوب قوية قرب سواحل وبالجنوب مثيرة محلية للرمال والأتربة ومع تدل ببقية الجهات البحرية يكون مضطرب إلى شديد الاثراب بكافة مجالات البحرية ودرجة حرارة قصوى تكون من بين الـ 27 إلى 31 درجة بالشمال بالمرتفعات وبالمناطق السحرية وإن شاء الله تسعد إلى مستوى 32-37 في بقية مناطق البلاد خلال يوم السبت نكونوا معانين بأجواء في أغلبها مغيمة جزئيا على كامل البلاد تقريبا رياح تنقل بشكل تدريجي لتكون من القطاع الشمالي تتواصل قوية قرب سواحل وبالجنوب مثيرة محلية للرمال والأتربة معتدلة ببقية الجهات البحرية كونت شديد الاثراب فتدريجيا مضترب ودرجة حرارة مع تدفق طيارات الهوئية الشمالية بيشتعرف التراجع النسبي موعدة شروق الغروب بمدينة تونس اليوم الغد شروق إن شاء الله بيشكون في الساعة 5 و13 دقيقة والغروب في الساعة 7 و19 دقيقة لمزيد من المعلومات والإرشادة تنذكركم بطرق الاتصال وتواصل بالمعهد الوطني لرس الجوي موقع الويب الموازع الصوتي وتنجم تتفعل معنا من خلال صفحة الفيسبوك الخاصة بالمعهد أوقات الصلاة بمدينة تونس اليوم الغد سالة صبح بداية من الثالثة و31 دقيقة دور من تصفى نهار و23 دقيقة سالة العسر في الساعة 4 و5 دقائق سالة المغرب في الساعة 7 و21 دقيقة وسالة العيشاء بإذن الله في الساعة 9 ودقيقة شكرا على حسن متابعة والاهتمام وإن شاء الله عيدكم مبروك اشتركوا في القناة